بسم الله الرحمن الرحيم الحضور الكرام السلام عليكم تمادت في قساوتها الجراح فضاق بها العراق المستباح لقد تسبب الغزو الأمريكي للعراق وما رافقه من فوضى عارمة ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية محتدمة بكوارثة وأزمات إنسانية على الصعود كافة نال الأذى منها كل فئات المجتمع العراقي ولا سيما الأطفال فيواجهون الرعب والفزع يوميا فلا يأمنون على حياتهم لا في البيت ولا في الشارع ولا في المدرسة ولا ينعمون بالنوم ولا باللعب وقد يحرمون من المدارس فلا حظ لهم في التعليم أما الرعاية الصحية فذاك أمر موجع وما يزال أطفال العراق يدفعون الثمن الأكبر للفوضى لمواجهة العنف في ظل بيئة فاقدة لمقومات العيش الآمن المليئة بمخاطر القتل والاختطاف والاعتداء الجنسي محرومين من أبسط مفردات المساعدة الإنسانية حتى باتوا عالقين وسط نيران الأطراف المتصارعة على مكاسب السلطة ولتصيط الضوء على مسات أطفال العراق وأحوالهم المزرية ما بعد 2003 يعقد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق هذا اليوم ندوة بمناسبة اليوم العالمي لضحايا العدوان من الأطفال المتحدث الأول الدكتورة إسراء الكاظمي المختصة بعلم النفس تتحدث عن الآثار النفسية والاجتماعية للحروب والنزاعة على أطفال العراق أما المتحدث الثاني فهو الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق فسوف يتحدثوا عن أطفال العراق بالأرقام مع تتبع مسار أوضاع الطفل العراقي بعد عام 2003 يسعدنا أن تكون البداية مع دكتورة إسراء الكاظمي المختصة في علم النفس فلتتفضل مشكورة سررت أن أكون اليوم معكم ونحن نفكر ونلقي الضوء على الآثار النفسية والاجتماعية للحروب على أطفال العراق طبعا ليس من اليسير التحدث عن أطفال العراق ومعاناتهم وفهم هذه المعانات المركبة والمعقدة التي تتفاعل فيها العديد من العوامل التي منها سياسية واقتصادية واجتماعية إلا أن الجانب التاريخي قد يفتح لنا أبوابا لتحديد ملامح الأزمة وتدائياتها الجسدية والنفسية على هذه الفئة الهشة التي تتأثر مباشرة ببيئتها والأحداث التي تعيشها طبعا كنا نعرف أن أولى محطات القسوة التي عاشها وعرفها أطفال العراق كانت مع الحصار التي فرضته القوى الغربية على بغداد عام 1990 وأيضا بداية حرب الخليج الثانية ثم مع الغزو الأمريكي عام 2003 حيث تعرضت هذه الفئة إلى أبشأ الانتهاكات الجسدية والنفسية التي تمثلت في صور عديدة من القتل والإصابات البالغة التي نتج عنها كثير من مثلا بتر الأطراف واليتم والتشتت والفقر والحرمان عاشت هذه الفئة أو الفئة الهشة أو أطفال العراق عاشوا بنوع من الحرمان والنقص الكبير أيضا في الخدمات الصحية وتعليمية وسوء التغذية أي بما يختص به البيئة وذلك نتيجة لتوالي الأزمات والحروب والصراعات الداخلية والفساد السياسي المستشري على نطاق واسع الأمر الذي انأكس تأثيراتها السلبية على أطفال العراق وحولتهم إلى ضحية رقم واحد أيضا لا سيما هناك من دفعتهم أيضا الحاجة إلى ترك المقاعد الدراسية وحولتهم الفاقة إلى الشارع للتسول أو للعمالة قسرا طبعا الدمار اللي لحق بالعراق في هذه الفترة شكل صور مرعبة للأطفال وأصبح أكثر الأطفال يعانون من هذه الصور المرعبة اللي انأكست على شكل حالات خوف ورعب وانهيارات نفسية وأصبية وأيضا قد تصل إلى حالة من الاضطرابات النفسية طبعا نتيجة تدهور الوضع الأمني وأيضا توالي عمليات التفجير والقتل والحرمان في تلك الفترة أيضا بالإضافة إلى حرمانهم من أبسط حقوق المعيشة كأطفال طبعا لو قارننا الطفل العراقي مع أطفال آخرين يعيشون في مجتمعات مستقرة وآمنة نفسيا لأدركنا حجم المأساة في الحقيقة هذه المأساة اللي عيشها الطفل العراقي من خلال الحروب والأزمات وصور الدمار والدماء ومظاهر التسلح والعنف كل هذه تؤثر البنيان النفسي للطفل فينتج لدينا طفل في وضع نفسي قابل للانهيار في كل لحظة من خلال أدم ممارسة حقوقه كطفل بصورة طبيعية في بيئة طبيعية فبذلك الطفل يفقد جذور الذكريات خلال هذه المرحلة العمرية المهمة بسبب عدم توفر الفرص الكافية لإقامة مثلا الصداقات اللعب مع الأقران اكتساب الخبرات من خلال اكتشاف ذاته فتزداد لديه حالات الكبت والحرمان والخوف والقلق وأحيانا تأثر عليه إلى يعني من خلال مثلا عدم مقدرته على تناول الطعام أو افطرابات في النوم هذا بالإضافة إلى هناك فئة كبيرة وهذا الجزء المهم اللي تركوا مقاعدهم الدراسية الابتدائية طبعا اضطروا لترك المقاعد ليلجوا إلى العمل في الشوارع للحصول على قوة يومهم هذا بالإضافة إلى حالات الفقد لأحد الأبوين وبالتالي سيعيش الطفل حالة من عقدة الشعور باليتم والغربة والفقد وهذا كله له آثار نفسية واجتماعية وتربوية وسيعاني الطفل في هذه الحالة من حالات الانكسار النفسي وقد يكون مشاريع جاهزة للإصابات المسلحة فالطفل العراقي اليوم بحاجة إلى برامج وقائية ضد الآفات والأمراض الاجتماعية التي خلفتها الحروب والظروف الغير طبيعية بسبب النزاعات المسلحة واللي نجم عن ذلك أضرار وآثار السلبية تؤدي إلى فقدان الأمن النفسي والتوافق الاجتماعي ودافعيته على الإنجاز الأكاديمي فطبعا كل هذا ينعكس بصورة سلبية على المجتمع ككل ومفهوم الأمن النفسي من المفاهيم المهمة وهو حاجة وأكد عليه الفكر العربي الإسلامي وكافة الأديان لأنه ينظر إلى الإنسان ككل متكامل طبعا بلا شك أنه أكيد نستند إلى أيضا إلى الدراسات التي تعزز ما ذكرناه حيث أشارت كثير من الدراسات الاجتماعية إلى نتائج والمشكلات اليومية التي واجهها أطفال العراق بشكل مستمر على مدى عقود وعدم استقرار أوضاعها الأمنية فكانت فكانت هناك إحصائية كما بيّنتها اليونسيف أنه هناك 1 مليون فاصل 1 طفل يحتاج إلى مساعدة إنسانية في العراق أيضا هذا بالإضافة إلى أنه حاولت أن تساعد 4 مليون فاصل 2 على استكمال تعليمهم أيضا هناك تأثر 4.7 طفل عراقي لمشكلة النزوح وعدم تلقيهم الرعاية الكاملة من اللقاحات بالإضافة إلى فقد ذويهم وتعرضهم لأضرار نفسية وجسدية وأيضا أجبرك 3.5 مليون طفل عراقي على ترك المقاعد الدراسية بالإضافة إلى المخلفات الحربية الغير منفجرة اللي أيضا كان الهدور في مقتل وتشويه كثير من الأطفال أيضا فيما يسمى صدمة ما بعد الفوضى هذه من الأعراض أو الآثار النفسية الاجتماعية اللي كان الهدور في أن تصيب أدمغة الأطفال وتقود بالطفل إلى تأثيرات سلبية طويلة المدى بالإضافة إلى الخوف من المستقبل وزعزعة ثقة الطفل وعدم ثقته بالبيئة والمحيطين بالإضافة إلى مشكلات وجرائم قد يقع فيها الأطفال من سرقة وتشرد وحرمان وتلك معرفي وعدم توازن انفعالي وتبلد انفعالي لذا يتعين على المجتمع الدولي أن يوجه أوليات أولوياته لحماية واقع الطفولة في العراق وهذا أمر مهم وتوفير الدعم الصحي والنفسي لمن تعرضوا للعنف بصورة مباشرة أو من خلال مشاهد الحب والعدوان طبعا الوضع النفسي ليس أقل شأنا من أو الندوب النفسية ليست أقل شأنا من الندوب الجسدية من جهة أخرى من خلال أيضا المنظمات أو الإحصائيات اللي بيّنت هناك ارتفاع في نسب الجرائم المنظمة اللي تستهدف الأطفال كالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والعمل القسر والإجبار التسول وعبودية النساء والفتيات أيضا على أيدي أفراد وجماعات وفي السياق ذي صلة أيضا أشارت التقارير إلى أن أكثر من 21 ألف طفل 2114 أفوان طفل تعرضوا لانتهاكات جسيمة ومؤكدة في العراق من بينهم أطفال تعرضوا للقتل والتشويه والاغتصاب وبالرغم من هذه الأرقام إلا أنها قد لا تمثل الواقع ففي الواقع الأعداد الحقيقية قد تكون أكبر بكثير وخاصة هناك ظروف أخرى مثل الوفاة أو الخوف من الوصمة الاجتماعية أو الخوف من التعبير قد يكون عائق أمام حالات الإبلاغ من خلال العمليات العسكرية نتج عن ما يقارب أربع أو خمسة فاصلة أربع مليون يتيم تعيلهم واحد فاصلة خمسة مليون أرملة بحسب إحصائيات منظمة اليونسيف بينما أوقع الغزل الأمريكي للعراق في سنة ألفين وثلاثة أكثر من مليون قتيل أي فقد البلد نحو ثلاثة بالمئة من نسبة سكانه وهذا طمعا من بينه هناك فئة كبيرة من الأطفال وهذا وفق إحصائيات لمؤسسات بريطانية هذا بالإضافة إلى هناك من التداعيات أو من الآثار المهمة التي تركتها الحروب على الأطفال من خلال جعلهم في أزمة وهي أزمة التعليم وتردي الخدمات التربوية في العراق لأنه الحروب لم تستهدف البنى التحتية أيضا استهدفت البنى الاجتماعية وخاصة الطفولة فأطفال العراق حرموا من حقوقهم الطبيعية في الحصول على أيضا أوراق ثبوتية باعتبار أن الكثير منهم ولدوا في زمن الحرب فيها تسبب النزوح أيضا والهروب من القرى والمحافظات في ضياء هوية البعض الآخر وكان هناك تقرير من يونامي قد كشف أن 45 ألف طفل نازح في العراق يفقدون لوثائق ثبوتية شخصية أيضا بالإضافة إلى هناك جانب آخر يقع على آتق الحكومات أيضا هذه السنوات الصراع والحروب كان لها دور في إضعاف أيضا قدرة الحكومة على تقديم الخدمات التعليمية الجيدة للجميع فأدى العنف والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والنزوح الجماعي للأطفال والأسر إلى تعطيل سير التعليم بشكل طبيعي أيضا فإن البنية التحتية للمدارس في حالة خراب ودمار في أجزاء كثيرة من البلاد حيث إن واحدة من كل مدرسين قد تضررت وتحتاج إلى إعادة تأهيل بينما يعمل الآخرون في المدارس على شكل ورديات متعددة في محاولة منها لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب أيضا هذا بالإضافة إلى هناك اليوم يقارب 3.2 مليون طفل عراقي في سن الدراسة خارج المدرسة وهذا كان الوضع أسوأ في المحافظات بصورة طبيعية ففيهما ما يزيد على 90% من الأطفال في سن الدراسة خارج النظام التعليمي وما يقرب من نصف الأطفال النازحين في سن المدرسة أي نحو 355 ألف طفل وطفلة ليسوا في المدرسة وأيضا أكثر المؤشرات التي تعطي صورة حقيقية على أوضاع التعليم في بلد ما هي الميزانية المخصصة لهذا القطاع وهو الأمر الذي لم تحرص عليه الحكومات المتعاقبة في العراق حيث الذي خصص في السنوات الماضية النسبة لا تغطي بما يوازي الترتيب لدول المنطقة في الشرق الأوسط لذلك أعتقد أن هذه الفئة بحاجة ملحة إلى مرحلة جديدة تطوى فيها جراح الماضي وتعالج ندوب الحاضر وتقوم أساسا على مشروع وطني إصلاحي يتضمن برامج متخصصة تشمل الدعم النفسي والاجتماعي من أجل إعادة تنشئة الطفل وجدانيا ومعرفيا وتأهيله للانخراط مجددا في بيئتي الطبيعية في المجتمع العراقي وشكرا شكرا لك دكتورة إسراء المتحدث الثاني في ندوتنا هذه هو دكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق وسوف يتحدث عن أطفال العراق بالأرقام مع تتبع مسار أوضاع الطفل العراقي بعد عام 2003 فليتفضل مشكورا مشايخ الكرام الضيوف الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله استكمالا لما تحدثت به الدكتورة رأيت أن تكون الورقة معضدة بالأرقام وبالأرقام فقط والأرقام لا تجامل أحدا وتختصر لنا الصورة في كثير من الأحيان وتبين الواقع الحقيقي أكثر بشكل يعني أدق وأوضح بالنسبة لواقع الأحوال أو واقع أحوال الطفل العراقي في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة طبعا هذه البيانات التي سأتلوها على مسامعكم هي بيانات حكومية رسمية وبيانات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة حسرا هذا يعني هاتان الجهتان اعتمدت يعني أو تعمدت حقيقة أن أذكرها دون غيرها من البيانات حتى تكون الأمور محايدة قدر الإمكان لأنه نتحدث هنا عن موضوع يهم الجميع وهو مستقبل البلد لأن الطفل هو مستقبل البلد بالنتيجة يعني كما يقولون أطفال اليوم هم رجال الغد بحسب 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 بيانات وزارة التخطيط يوجد في العراق حوالي 17 مليون شخص دون سن الخامسة عشر وهو يشكلون ما نسبته 38% من السكان في العراق طبعا الخلاصة لهذه الأرقام هو أن العراق من أسوأ البلدان في العالم بالنسبة للمرأة والطفل طبعا لا يذكر الطفل إلا والمرأة معه لأنه المسألة متكافلة متعاضلة يعني متصل أحدهما بالآخر بشكل كبير الأطفال أول ضحايا أعمال العنف وجرائم القتل والخطف في العراق 8% من الأطفال يعانون من العنف أو من تداعياته نحن نتحدث عن 17 مليون نسمة 80% من هذا الرقام هم يعانون من العنف أو من تداعيات العنف يعني بالنتيجة لأنه الأمر متسلسل تقدر أعداد الأطفال في السجون بأكثر من 9000 طفل منهم أكثر من ألف طفل لم يتجاوز التاسعة معظم هؤلاء الأطفال اعتقلوا بناء على أدلة واهية ويعانون من الاكتضاد الشديد ومن ظروف احتجاز سيئة للغاية داخل السجون التي يتعرضون داخلها وفيها لشتى أنواع التعذيب وبأساليب وحشية طبعا وهناك أساليب للتعذيب الحقيقة يعني الإنسان يربع أن يذكرها لكن مع الأسف الشديد هذا هو الواقع 65% من النازحين داخل العراق هم من الأطفال 40% من الأطفال في العراق بحاجة إلى مساعدات إنسانية طارئة أربع ملايين امرأة أرملة في العراق وعلاقة ذلك المباشرة بفئة الأطفال لأنه طبعا هذه هي أصلا المرأة من ضمن الفئات المجتمعية الضعيفة فإذا ما كان الضعف مركبا بأن تكون أرملة أو ما شابه فهذا يعني لكم أن تتصوروا انعكاسات ذلك على يعني من يعيش في ظل المرأة من الأطفال تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال وتبلغ أعداد عمالة الأطفال في العراق بحسب طبعا المصادر الرسمية تتحدث عن 800 ألف طفل الأمم المتحدة تقول لا أكثر من مليون طفل في سوق يعني في عمالة الأطفال حتى وإن كان 100 ألف طفل رقم مرعب حقيقة يعني في بلد مثل العراق في بلد مقدرات وثروات يعني 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 المسألة لا يمكن أن تكون حدثت عبسا هكذا أن يكون مليون طفل أو 800 ألف طفل يدفعون ويجبرون أن يعملوا يعني بسبب الظروف الاقتصادية لعائلاتهم جرائم منظمة ضد النساء والأطفال 70% من الجرائم المنظمة أو من جرائم الاتجار بالبشر في العراق هي ضحاياها من الأطفال والنساء والكل يعلم وهناك تقارير كثيرة ومصورة ومؤكدة أنه هذه جرائم الاتجار بالبشر من وراء الجهات التي وراء جرائم الاتجار بالبشر ومن يعني يديرها ويفعلها ويوفر الحماية للمرتكبين المباشرين هذه كلها طبعا معلومة مهمة أكثر من ثلاثة ونصف ثلاثة مليون ونصف المليون طفل معرضون لمخاطر القتل والخطف والتجنيد من قبل الميليشيات أربعون بالمئة من أطفال العراق يعيشون تحت خط الفقر ولا يتلقون أي شكل من أشكال المساعدة من الحكومة تسعون بالمئة من أطفال العراق لا تتاح لهم فرص التعليم المبكر يعني حقيقة هذه الأرقام صادمة مرعبة صدق تحتي شنو الموضوع هذا يعني تسعون بالمئة من الأطفال ما تتاح لهم فرصة التعليم المبكر داخل بلد هذا البلد كان نسبة الأمية فيه صفر إلى حد قبل الاحتلال أو في ثمانينيات القرن الماضي احنا خلينا نكون بريسايز يعني بدقة شديدة لكن في تسعينيات القرن الماضي وبعد الاحتلال هي المسبب واحد وهي الجهة المرتكبة الجهة المعتدية على العراق هي الولايات المتحدة الأمريكية هي التي جعلت هي التي استهدفت مستقبل العراق ولا تريد أن تقوم له قائمة فمن جملة المشروع هذا حقيقة أن تستهدف فئة الأطفال استهداف مستمر لكي يكون المستقبل مجهول للأطفال وبالنتيجة هو مجهول للبلد كله بالمجمل سبعون بالمئة كما ذكرت من ضحايا جرائم الاتجار ببشر من النساء والأطفال نحو سبعة ملايين طفل في العراق يجدون صعوبة في الحصول على مياه صالحة للشرب عشرون بالمئة من أطفال العراق يعيشون في العشوائيات اثنى عشر مليون عراقي غير قادرين على القراءة والكتابة جلهم من الأطفال ثلاثة وسبعون بالمئة نسبة التسرب من الدراسة ولا سيما في المراحل الابتدائية تسعون بالمئة من طلبة المرحلة الابتدائية لا يفهمون ما يقرؤون يعني اللي حالف الحاض وراح استطاع أن يصل إلى المدرسة فهو من كل عشرة تسعة لا يفهم ما يقرأ يعني الأمر ممنهج ولا يعني عبثا يعني هذا واضح جدا أنه الموضوع يراد له ذلك ثلاثة مليون شخص في العراق بحاجة لمساعدات إنسانية طارئة بينهم نحو مليوني طفل ويشكل دول الاحتياجات الخاصة نسبة 15% تفاقم التشوهات الخلقية لحديث الولادة يعني هذا ظلم حتى قبل أن يولد أطفال العراق صدقا يعني يظلمون حتى قبل أن يولدوا ليش لأنهم الله سبحانه وتعالى قدر لهم أن ينشأوا في العراق هذا بس يعني إذا الذنب بين قوسين الذنب الوحيد أنهم خلقوا داخل العراق وإلا كيف هذه النسب طبعا ونسب مرعبة هذه يعني تحتاج إلى ندوات حقيقة مسألة التشوهات الخلقية وأسبابها والمناطق المستهدفة وكيف يعني هذه كلها الحقيقة ارتفاع معدلات تعاطي المخدرات بشكل يومي في صفوف الأطفال اسمعوا يا عراقيين الأطفال ارتفاع معدلات تعاطي المخدرات في صفوف الأطفال وفي مراحل المدارس الابتدائية وفي مناطق يعني الحقيقة سويت خارطة وخليت المدارس اللي مأشرة هذا الموضوع كلها في مناطق تسيطر عليها الميليشيات هل هذا الموضوع جاء عبثا هل هذا الموضوع غير مخطط له يعني يعني ما أعرف فيها في العراق يوجد أكثر من خمسين مليون مقذوف ولغم أرضي هذا طبعا حجم المخلفات الحربية والأطفال أول ضحايا هذه الظاهرة ما لا يقل عن خمسمية وعشرين طفلا قتلوا أو تعرضوا للإعاقة الدائمة على مدى السنوات الخمس الماضية في العراق هذه طبعا تقارير أمم المتحدة 65% من النساء العراقيات أرامل وبلا معيل بحسب إحصاءات طبعا آثار ذلك تنعكس سلبا على الأطفال بالدرجة الأولى ارتفاع حالة العنف الأسري في عموم محافظات العراق إلى معدلات غير مسبوقة خمسة أشهر لدينا أكثر من 12 ألف حالة عنف أسري خلال خمسة أشهر من 2023 لا هي إرث حكومات سابقة ولا تبعات نظام معين ولا أبدا هذا 2023 في خمسة أشهر سجلت الشرطة المجتمعية هاي بيانات شرطة المجتمعية في العراق هي 12 ألف حالة خلال الأشهر الخمسة الماضية أكثر من مليون طفل عراقي بحاجة إلى رعاية نفسية واجتماعية بسبب تأثرهم بالعدوان والنزاعات والصراعات التي عاقبت تسجيل ثمان حالات طلاق كل ساعة في العراق تفكك أسري من يدفع الثمن بالدرجة الأولى؟ الطفل يعني هذه كلها الحقيقة يعني طبعا حتى مثلا مسألة عمالة الأطفال الحكومة الحالية باشرت في مشروع لمكافحة عمالة الأطفال والله يعني مسار سخرية الآليات التي وضعت وكيف طالب بالابتدائية لا يفكر يحل المشكلة بهذا الشكل يعني الإنسان إذا يريد يحل المشكلة أنا طبيب أفهم أنه ينبغي أن يكون الحل معرضي لا الحل جذري أنا أفهم أشخص صح حتى أحط العلاج الصح حتى المريض يشفى أو يعالج صح؟ يعني هذا المنطق يقول هكذا أما أنت تجي تحاسب الشخص اللي يشغل اللي يشغل الطفل زينه بعدين حاسبنا الشخص اللي يشغل الطفل حليت مشكلة الطفل أنت غير أنت غير تريد تحل مشكلة أما تريد تحاسب الناس فقط يعني هكذا أنت هو لومو مجبر منه يروح من الأطفال طفل طفل يعيش في عمر الطفولة ينبغي واللعب ويقول ملاعب الصبا وما إلى ذلك يتركها كلها ويروح يشتغل مسكين حتى يساعد أمه ويساعد أهله ويساعد أبو يعني على كل استمرار إفلات مرتكبة لإنتهاكات بحق الأطفال في العراق يعني هذه الظاهرة طبعا مقيتة جدا تتوقعون شخص اغتصب طفلا شنو مالته الحكم وأدين طبعا حكم سنة سجن سنة يعني هل هذا الحكم يصلح المجتمع لو كان الحكم رادعا ما تجرأ أحد ولا يقول لك هاني أروح سنة شنو يعني فهي هاي المشكلة طبعا والقاضي يقول هذا القانون اللي عندي يعني من سألنا يا بتعال انت شون وهذا مختصب ومدان يقول لك والله هاي الظوابط هاي المواد اللي عندي يعني في العراق والله يعني الحقيقة الأرقام طويلة والتفاصيل أيضا كثيرة لكن يعني الحقيقة كما ذكرت استهداف الأطفال يؤدي إلى خسارة لا يمكن تعويضها يعني حتى بالانجليزية يقولون عليها الريفيرزابل لوسيز هذه مستحيل تعويضها لأنه إذا اشتغلت عليها إذا اشتغلت عليها راح تحتاج عقود من الزمن حتى ترجع إلى المربع الأول طبعا دبلوماسيا مربع هو صفر مربع صفر وليس الأول هاي إذا اشتغلنا عليها وإذا توفرت النية الحسنة وإذا جلبت الإمكانات وسخرت الكن إذا شرطية غير جازمة ومع الأسف الشديد هذا هو الحال في العراق طبعا هذه الورقة تهدف إلى تسليط الضو على جانب من التدهور السريع لأوضاع ضحايا العدوان من الأطفال في العراق من جراء الاستهداف المتواصل والممنهج لهذه الفئة المهمة في المجتمع طوال السنين العشرين الماضية طبعا وما يرافقها من مستقبل المجهول لهذه الفئة عذرا على الإطالة وشكرا للاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا للدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق على هذه الورقة التي تضمنت إحصائيات دقيقة تكشف للمشهد مساحة الجرائم التي ترتكب بحق الأطفال وحجم المعاناة والمآسي التي يعيشها الطفل العراقي إذا هناك مداخلات نسمع دكتور محمد بشار فيضي حياك الله نسمع منك يعني في البدء بعد بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لإتاحة الفرصة لنا لحضور مثل هذه المناسبة الطيبة والتنوير بصدد ملف خطير جدا وإن كنت أقول بصراحة يعني لولا لدينا إيمان كبير بالله لخرجنا اليوم محبطين تماما وإحباطنا يصل بنا حد اليأس ما تفضل به الباحثان من أرقام هي بصراحة مرعبة وتنذر بمستقبل مظلم كما قال الأخي الدكتور قبل قليل يعني إذا بدأنا نعمل بجد سنحتاج عقود فما بالك وأن القائمين على البلد لا يعملون بجد أو لا يعملون أصلا على أي حال تعلمنا أن الضربات التي لا تقسم ظهرك تقوي ولدينا ثقة في شعب العراق هذا الشعب الذي تمتد جذوره حضاريا إلى آلاف السنين أنه سينهض من كبوته وسيجعل من هذا الواقع المؤلم إن شاء الله بداية لطريق صحيح إنما لا بد من بعض الملأحضات أو الأسئلة لكل من الباحثين يعني أنا أبتداء أشكر الدكتور إسرائيل كاظمي على ما تفضلت به حول واقع الطفولة في العراق ولسيما ركزت كثيرا على التأثيرات السلبية النفسية للطفل العراقي وهي بصراحة كانت يعني بداية شعرنا كما قلت بالإحباط يعني لأن الأرقام مفزعة لكن دكتورتنا الفاضلة أنا أحب أن أقف على ملاحظة ذكرتها جنابي قلت أن الحكومة العراقية بسبب الحروب تبدو ضعيفة عن المعالجة أو غير قادرة يعني إذا أردنا أن نمشي مع هذه المقولة لا بأس لنفترض كان هناك احتلال حقوبات في ظل احتلال ثم جاء أنت تنظيم داعش وصارت الحرب ضد داعش سأتجاهل كل هذه السنوات حتى أعطي عذرا لكن سؤالي ماذا بعد داعش داعش من 2016 انتهى ولم تعد لنا حروب هناك سبع سنوات أختي الكريمة الفاضلة أين الحكومة ما الذي قدمت يعني لم يعد هذا العذر الذي تفضلت به مسوغا لا توجد حروب هناك استقرار وهناك دولة أو حكومات تتمتع بميذانيات انفجارية لم تقدم شيئا لهذا الواقع العليم هل الحكومة عاجزة بالفعل أم هي غير معنية بالأمر وغير جادة بالمعالجة يعني أنت تفضلت وعلى ملاحظة جدا مهمة أن الميذانية لم تخصص لهذا الموضوع شيء يذكر وهذا يعطينا إشارة أن الحكومة غير جادة وأنها راضية بالوضع في أقل تقدير هذا إذا أردنا أن نحسن الظن أما إذا توغلنا في ظن آخر فهي متورطة لأنه كما قال الدكتور أيماني لا يمكن أن نفسر هذه الأرقام المرعبة على أنها عفوية أو صدفة كأن هناك برنامج مرسوم لتدمير الطفولة وكما ذكرتم يعني الطفولة هي مستقبل البلد يعني نحن لسنا نعاني الآن من الخراب سنعاني منه للأجهال القادمة هؤلاء مستقبلهم رجال دولة في مواقع مهمة سنظل نشتر هذه المعاناة وحسبنا الله ونعم الوكيل طيب ما الذي نستطيع أن نفعله للطفولة في العراق من خلالك وطبعا لا أقصد شخصك الكريم فقط أقصد يعني من خلال النخب المعنية بهذا الملف هل هناك إمكانية لتدويل مثلا موضوع الطفولة في العراق هل هناك مثلا لمخاطبة اليونيسيف وحتى المنظمات ذات العلاقة في الأمم المتحدة بالشكل عام أوقفوا هذا الدمار لأن هذا الدمار لن يكون للعراقة العراق في قلب المنطقة هذا الدمار سيبقى موزعا يعني على دول الجوار وحتى على دول العالم يعني هذا بما يعني يتصل بأختنا الفاضلة أنا بخصوص الدكتور عمان يعني مارد أجامل لكن أنا أشكره يعني كونه مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين وأنا لاحظت تقريبا يعني منذ سلتين هناك قفزات توعية في هذا القسم صراحة وأتفاجأ يعني بين آوينة وأخرى بتقارير رصينة وهذه إحداها يعني فأنا أحب ابتداء أن أسجل له شكري يعني بصفة عضو الأمان العام ما يجب أن ننسب الحق لأهله وأن نثمن الجهود فمشكور أخي الكريم مبارك الله في جهودكم جهد المقلب الله الله بارك هل لاحظتم الدكتور من خلال هذه المتابعة أنه حصل لدينا في العراق خطف أطفال من مكون وتحويلهم إلى مكون آخر يتربون في أحضان هذا المكون وهل حصل هذه النقطة الثانية أنه تدبير مقصود لقطع نسل مكون معين لماذا أسأل أنا أمس قبل ما يعني المجي إلى هنا حبيت ألقي نظرها فاطلعت على اتفاقية جرائم الإبادة الجماعية جرائم الإبادة الجماعية هذه اتفاقية في منتصف القرن الماضي تم اعتمادها دوليا وإلى الآن وقعت عليها 150 دولة بما فيها العراق قرأت ما الذي يعد دوليا جرائم إبادة خمس نقاط ثلاثة مؤكدة جماعة ما شاء الله مع أنه النص الاتفاقي يقول أي بند من هذه الخمسة يعتبر صاحبه متورط في جرائم الإبادة الجماعية إذا أردنا أن نضع المسؤولين في العراق على هذه الطاولة فهم متورط في جرائم إبادة جماعية مدانة دوليا وتستحق يعني محاكمة دولية لكن وقفت عند هذه النقطة لأنه هذه من ضمن البنود الخمسة لتعريف الإبادة الجماعية خطف أطفال من مكون ليلقنوا أفكار مكون آخر وموضوع استهداف المكون بعدم الإنجاب أنا شخصيا ولا أدري لأنني لست مختص حينما يكون في السجون العراقية عشرات الآلاف وبدون محاكمة أنا أفهم هذا قطع النسل بصراحة فإذا هذا الشرط في نظري لكن أنا أحتاج إلى مستشارين قانونيين هذا ينطبق عليه الإبادة أن هناك قصد لقطع النسل لهذا المكون أو ذاك لكن سؤالي المهم هو الفقرة الأخيرة هل وجدتم أن هناك خطف أطفال من مكون وإيداعهم لمكون آخر لتربيته وفق معطيات ذلك المكون لأنه هذا حق العراق لن نسكت عنه وأجالنا لن تسكت عنه من يتورط في إبادة جماعية لشعب لا يمكن أن يهدأ أو أن يشعر بالطموانين يجب أن يلاحق أميركا وراء فلان دولة وراء هذا مؤقت لأن هذه الاتفاقيات دكتورة أعرف لا تسقط بالتقادم فأحنا يجب أن يفهم هؤلاء أن رجال حقوق الإنسان هم جنودنا في المستقبل من خلالهم سنلاحق كل من قصر في حق العراق آسف على الإطالة وشكرا جزيلا شكرا لفضيلتكم على السؤال وبما تفضلتم به أنا أعتقد فضلتك أنه هناك كثير من الملفات المركبة والمعقدة نتيجة طبعا الحروب والأزمات والصراعات الداخلية كنا نعرفها بما تخص يعني العراق ومن بين هذه الملفات هو ملف الطفولة يعني اليوم نتكلم إحنا عن ملف جدا مهم وجدا مؤثر لأنه أطفال اليوم هم عماد المستقبل هم الشباب المستقبل هم المجتمع بالمستقبل فأنا أعتقد أنه يعني اليوم لا يكفي أن نسلط الضوء فقط على ما تؤديه الحكومة يجب أن يكون هناك تعاون بين مؤسسات دولية أو بين منظمات أو مؤسسات المجتمع المدني أيضا أيضا فيما يخص يعني المتخصصين الأصحاب الشهادات الكفاءات يعني يجب أن يكون هناك تعاون وحل الملفات بصورة منفردة أنا هذا دائما أؤكد عليها لأنه اليوم عندنا كثير من القصص المؤقدة بالعراق وكثير من القضايا يعني اليوم إذا نريد ننظر إلى حلول جذرية يجب أن يكون هناك حلول فردية لكل قضية طبعا هناك كثير مثلا قضايا الطفولة أو تداعيات الطفولة فيها كثير من الملفات ملف التعليم ملف الحرمان ملف التداعيات أو الآثار النفسية والاجتماعية التي تركتها مثل ما تفضلت حضرتك الحروب أو العصابات وما إلى ذلك وهناك أيضا يجب أن نعالج الفئات العمرية المختلفة هذا أيضا ملف بحذ ذاته هناك مثل ما تفضل أستاذ أيمن أيضا الفئة ذو الإعاقة هاي جدا مهمة يعني أو الفئات اللي فقدت أعضاءها أو تأرضوا للبتر أو الجرائم الوحشية أيضا من مخلفات الحروب ولازلنا في بعض المناطق أيضا يعني لما الواحد يروح هناك أيضا مخلفات من الأسلحة والألغام وكثير من هذه كلها مسؤولية تقع على آتقنا كلنا أشق آخر من السؤال دكتور قال أنه هل أن تنحرك هذا الملف دوليا أكيد هناك كثير من المنظمات الدولية وهناك كثير من الداة أو الإحصائيات اللي يعني أكيد يعني الواحد الإنسان العادي اللي يسمعها يكون هناك لديه ردات فعل فما بالك المنظمات الدولية أكيد هناك مناشدة وقوية جدا للمنظمات الدولية في أن تتبع ملف الطفولة وتنهض بواقع الطفولة في العراق شكرا على هذا السؤال الحقيقة وطبعا في حالات النزوح في موجات النزوح حصلت يعني آلاف الحالات من هذا النوع لأنه تدري العائلات تشتتت فالأطفال يعني ضاعوا تبنتهم جهات خيرية هذه طبعا الكلمة يعني تحتها ألف خط يعني وهذا مثبت طبعا نعم هذا مثبت والأمر معروف يعني بشكل بارز خاصة في أوقات موجات النزوح وموجات النزوح الكبرى اللي حدثت بعد 2014 يعني حتى نهاية طبعا لحد الآن في نازحين في العراق لكن الأعدادهم يعني أقل بكثير والمشكلة اللي يعني رافقت هذه المسألة هو البعد الاقتصادي وفي حالات مع الأسف الشديد الأهل تخلوا عن أطفالهم لمقابل كذا أو يعني للهروب من مشاكل أو كذا أو مسؤولية فهذه موجودة الحقيقة هنا طبعا أحب أن أؤشر مسألة مهمة من خلال العمل في يعني ملفات حقوق الإنسان في العراق تقرأ ما بين الصطور خلن نحكي يعني من يخطط لما يجري في العراق أنا أزعم أنهم خبراء متميزون متميزون في أعمالهم لكن مقاصدهم سيئة مع الأسف يعني غير إنسانية وإلا يجعلون الجنات في حصن حصين بعيد عن المسؤولية كل البرامج تنفذ كل الجرائم ترتكب تجي على أرض الواقع تريد تثبت هذا الموضوع تربط موضوع بموضوع الأمور حلقات مفقودة كثيرة من خلال تتبع القضايا والله في قضايا يعني اشتغلنا عليها أشهر ما أقول سنين لا أشهر لكن مع الأسف خلقات مفقودة وهذه الحلقات مفقودة في هذه الحالة وهذه الحالة يعني هذا لكن مع الأسف الشديد هؤلاء الخبراء كمن تعلم الصدق ليعلم متى يكذب يعني ليس لأنه يريد يحق حق ويقف على الحقيقة أو 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 لكن مع الأسف الشديد هذه يعني هذا حقيقة يعني مؤشر من خلال العمل وهذا هو الواقع مع الأسف الشديد في العراق ويعني بالنتيجة احنا والشعب هو الضحية والفئات الضعيفة هي أولى الضحايا ومن يدفع الثمان هم العراقيون ومن يعني من الذي ضاع مستقبلهم هم العراقيون مع الأسف الشديد وهذا الاستهداف المستمر والممنهج لا يمكن أن يكون إلا ممنهجا ولا يمكن أن يكون إلا استهدافا لمستقبل العراق ولا يريد القائمون على هذا المشروع أن تقوم للعراق قائمة ولكن الأمل في الله يعني يظل لا شك وأرجو أن أكون جاوبة على هذا السؤال شكرا لك شكرا لك شكرا لك العاني العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق والشكر الآخر إلى الحضور الكريم الذي شرفنا في هذه الندوة وبهذه المشاركة الفاعلة شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة